السلام عليكم اختي اخباتي كديري لبس عليكم كنتمنى تكونوا باخر والاخير وبصاحة جيدة ان شاء الله لقوكم هذا الفيديو في احسن احوال كما كنتشوفوا معي اليوم ان شاء الله ندر معكم الكل اللي ما درتوش معكم الفيديوهات السابقة حيث الفيديو كان طوال شوية طب ما اتطواجش عليكم بساف كما كنتشوفوا عندما ندروا الباترون للورق بعد رجعونا نخدموه للتوب غادين ناخدو دورة العنق دي الخلف غادين ناخدو الدورة العنق دي الخلف وكنديروها 10 سنتيم نتراسيو خط في 10 سنتيم دورة دي الخلف ثانية غادين نشدو الدورة العنق دي الامة ما غادينش نحسبو ديك 4 سنتيم ازنا دي الازرار ما كنتشوفو اجدو 16 سنتيم غناخد 16 من ديك ال 10 سنتيم ونحط 16 سنتيم دي الدورة العنق غنصل بخط مستاقي يعني عبرونتوما الدورة دي الخلف ديكم ودى الامة وحطوهم في الورق دورة دي العنق دي الامام ودورة دي العنق الخلف ونزيدو 10 سنتيم البنات دي الخياطة ثافي على اشكال البنات غادي ناخدو غنطلعو هنا اه اولا كنتلعو ثلاثة سنتيم ثلاثة سنتيم كنتلعوها ونزيدو نطلعو 6 سنتيم ثلاثة سنتيم وفي ديك الامة ثلاثة سنتيم وفديك 6 سنتيم كنتلعو سنتيم ما تشكل ناخدو هنا نفس الطريقه وأدنو العنق نشد خط مستاقي مع ثلاثة سنتيم مع ثلاثة. وستة سنتيم مع ستة سنتيم. بهذا شكل سافي كنترسيو العلمة ديال النقطة ديال دورة العنق د الخلف. يعني في كل الخطوط. سافي كنجيبو البريكو ديالنا وكن نسيلو الخطوط ديال. ديال سنتيم ونص اللي طلعنا سنتيم ونص. كنسيلوه مع نقطة ديال دورة ديال الخلف. كما كتشوفو كنشدليك سنتيم ونص اللي طلعناها وكنشدوها مع نقطة ديال العنق ديال الخلف. سافي كنسيلو النقط ديالنا لهذا الشكل. كنطلع ديال سنتيم ونص وندزو النقطة ديال العنق ديال الخلف بهذا الشكل. سافي كندخلو ديال الخط الوسطاني اللي طلعنا سنتيم ونص. كندخلو ثلاثة سنتيم. سافي كنقوروها بالبريكو ديالنا بهذا الشكل. كنقوروها على شكل مقوصة شوية. ومديك النقطة ثلاث سنتيم نحتل رأس الكل المساق النيشان كما تشوفو نجيو من الجانب نص سنتيم سير فاصلة خمسة وصفي نقوروها الواسط صفي بهذا الشكل كي يكون الكل دينا هو هذا نترسلكم باللون آخر باش يبليكم طريقة سهلة هذا هو الكل دينا كي يكون كامل البنات كما غادينا نخيطه معاكم في هذا الموضيل المهم إلا أريد أن تقسموه ستقسموه في الواسط يعني في الواسط ستقسمو بين الباندة وبين الكول ومع بعد قضيت واحد جوز سنتيم ديال الخياطة في كل جهة كتديدوا سنتيم حمنه و سنتيم حمنه بغيتوا تخدموهم جموع يعني كتديدوا بنفس الطريقة هذي اللي درس دابة نقضيت واحد سنتيم سنتيم في الجواني بل حسب الخياطة صفي كان ندوزو مع الجواني بكامل بسنتيم سنتيم ديال الخياطة يمكن لكم تقطعوا الباترون وهي حتى تنضعوا على التوب الساعة اديدو سنتيم ولا يمكن لكم اديدو في الباترون نيت صافي نقطع الباترون ديانا بهذه الشكل يعني بالجواني بكن نزيدو سنتيم سنتيم ونقطع الباترون ديانا ونحطوه على التوب باش نقطعو التوب ديانا الكل صافي نضرو مع ذلك السنتيم نزيدنا ديال الخياطة صافي نحطوها بالنسبة للتوب توب يكون طبيع عندكم هو لكن التوب عندكم الرقيق طبيع على 4 انا غير بالنسبة لي عندي التوب غلط مصلح ليش نطبيع على 4 قطاع ديالو كيكون شوية قاسح طبيع على جوج يعني غان نقطع واحد القطاع وعدين نقطع اخرى جوج قطاع كما كنتشوفه طبيع على الجوج الجيهة المزدودة ياللي كنديروها مجنب اللي على النساء صافي نتراسي والكل ديانا كنقطع جوج قطاع منو كان عليكم التوب الرقيق قد قطعه مرة كنت طبيع على 4 والجيهة المزدودة ياللي كديرو لها الحافة دياللكون وتقطعوا كما كنتشوفه في الصورة نقطع جوج قطاع هنا صافي اذا بندزونا نخيطوهم صافي ما كنتشوفه معي البنات راهنا عندي جوج قطاع ندروا الوجاه لالوجاه كما تشوفه نارى كننبلهم بالابرة والخيط من الاحسن البناس باش كيساعدكم في الخياطة باش ميقع لكم شاكل ديكال ديرو بالابرة والخيط ولا ديرو بالفناتي بالنسبة للمبتديم الاحسن يدروا بالابرة والخيط باش يساعدهم صافي كنتشوفه بالابرة والخيط كامل كنتشوفه على الجوانب باش منهم بدون الخيطه مبقاش يهرب لنا التوب كنتشوفه واحد جيهة قد نطعو سنتيم الداخل يعني الوجاه كان نطعو على القفة صافي ابنتك نطعو ديك سنتيم على القفة جاكي fara 1 جيهة قامة 1 جيهة قام بصون ال alkخزي قام بصون مع المبتديد خير سنتيم الداخل كاملا صافي كماي Awak gibi unser 기ظه ستبقى لنا لذيك الجهة خارج و USGit 18 سنتيم كان تخليها صافي غدين شدو قادي نخلي 1 سنتيم وس acomsee بالخياطة سنتيم ديال الجيهة لي لم تطويناها وغادينأدو به بالخياطة على طراف أطراف هذه السنتيم ديالنا اللي زدناه ديال الخياطة هذي نزوب الخياطة ديالنا على الكل ديالنا كامل للجوانب كما كتشوفوا البناس احنا خيطنا هكا الجوانب دبا بعد كنحيدوا بعد الزيادة ديال توب باش منين قلبوا التوب ما يبقى ليناش من الاخر الداخل فصلا انا عادي توبناه غليد فاركم معارفين ديال البرد كيكون شوية غليد من الاحسن نحيدوا الزيادة صافي هنا كنقلبوا الكل ديالنا بهذا الشكل ديك الراس ديال الكل كنحاولو نخرجو هكا بشي حاجة ماضية هكم في الاحسن سافين بعد الناس ك다면 قلبوه كتشوفوا معاااه ربما يعطو من الجوانب أدقوا الزيادة سوف نضع الرجل من الجوانب لكي تبطلنا كل هذا نسبة ومن الأحسن البنات لديكم فقط سوف نضع الكريم هنا ما قمت بتصفل الكريم لن نضع الكريم سوف نضع الكريم نضع الخياطة كما ترون معي كما نضع الخياطة ثم سوف نضع الخياطة ثانية البنات. ما غا تشوفوا معي الصورة غالينا نزيد له خياطة تانية جور خياطات باش كي يزيد التبت لي اكتر وكي يجيني فين اكتر. كي يجي زبين في المنطر. الخاصة ان عندي التبت يعني من احسن دلو جور خياطات باش كي يزيد التبت حسن. كي ما كتشوفوا لاش كل كي يجين فيني. صافين بعد ما دوزنا له خياطة تانية البنات ده با غا نشدو الدورة ديال العون كي ما شتوا معي بعد ما كان نسقو الكاتيف ان ديالنا. كان شدو الكل ديالنا. وكان شدو من الطرف. فين عندنا المارض اللي خيطناه. كان شدوه الحرف على الحرف. وغا نبقى ننقيسوا الكل ديالنا واش راه قدل دورة ديال العنق. آآ الكاتي فتحوها البنات دائما فتحوا الخياطة باش يجيكم الخياطة فينيا. صافي كيشتوا معي راه الكل ديالي جواد قدد دورة ديال العنق. صافي غا نبدأ نخيط فيه. ونشد ديك السنتيم ونبدأ على الحرف. نضي اللي راتمه مزيان في الطرف وعد نبدأ ندوز ديك السنتيم ديالي. نخيط دورة ديال العنق كاملة. بنا نوصلوا الخياطة ديال الكاتي فتحوها البنات تكون مفتوحها باش كيجي الخياطة فينيا وكيجي مقدة. صافينا بعد ما كمنا الخياطة ديال سنتيم من الداخل. كيجي الحرف على الحرف. صافي كنقلبو لكل ديالنا على الوجه. الوجه على الوجه كيما كتشوفو ديك السنتيم اللي عنا متني كيجينا ساهل باش كن فينيو البياسة ديالنا من اللور. صافي كيكون تنية ديك السنتيم. صافي كنشدو. كنقدو الجواني مزيان. وكندوزو بالخياطة. هنا توب عندي غليط شوية محني شوية في الخياطة. لكما عارفين كيكون تتوب غليط وكيزيد بقى تنية واحدة على واحدة كيجي شوية غليط في الخياطة خصيب شوية. المهم هنا غنداوز له الخياطة من الفوق على الوجه. من بعد ما غنكمل له خياطة غنزيد له خياطة تانية لبنات. هنا غنزيد له واحد خياطة باش 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 يزيد يتبط لي اكتر ويجين فيني. صافي يدير جوج خياطات كيما درت في الوجه غالي ندرتها تماجي جوج خياطات. على الطريقة هذي. صافي بهذا الشكل. كنت تمر هكا كنت كيكمل الدورة للكول ديالي كاملة. صافي البنات على دول الكل ديالنا كيجيها كان فيني من الداخل ومن البرة. كما كتشوفو. كنت من الفيديو دياليوم تستفدوا معي منه ولا اعجبكم ما تنسونيش موحد اللي لايك. واشتراك في القناة زبج دائما نوصلكم الجديد و الى فيديو قادم ان شاء الله. ترجمة نانسي قنقر